24 ساعة ولا انت تمكن من استلام ارباحك من منصة اليوتيوب يعني ايه عم يشام الكلام اللي انت بتقوله ده يعني بكل بساطة زي ما احنا عارفين ان ادسنس جاء يوم واحد ابريل لغى الحساب الدولاري الحساب اللي هو كان بيتعامل بيه حساب الدفعات اللي كنا بنستلم منه في الدولار من جوجل ادسنس بعد كده بعد ما لغى الحساب ده بدأ انه هو يفتح حساب دفعات عشان نقدر ان احنا نستلم منه بالجنيئ المصري بدليل ان احنا لو جينا هنا على حساب الدفعات ده وجينا على حساب دفعات يوتيوب هنلاقي هنا الحالية اللي هي مصر بالجنيئ المصري وهنا السابق اللي هو بالدولار الامريكي حتى يوم واحد ابريل وده الحساب اللي هو اتلغى ايا كان انت كان على الحساب ده فلوس انت ما كانش على الحساب ده فلوس ما فيش اي مشكلة اطلاقا المهم ان هو لغى الحساب ده والنهاردة في الفيديو ده انا جاي جاوبك على بعض الاسئلة اللي هي ممكن تكون محيارك او ممكن بمعنى اصح ممكن ان هي تكون شغلة بالك انا دلوقتي واحد عم هشام عندي في الحساب اللي هو السابق اللي هو حساب مصر بالدولار الامريكي حتى 1 ابريل 20-25 عندي في مبلغ 25 دولار واقل من 100 دولار المبلغ ده الغاية النهاردة لسه ما تحوليش على الحساب البنكي وخلينا اقول لك هنا ان كل اللي عندهم مبلغ اكتر من 25 دولار واقل من 100 دولار الى الان ادسنس لسه ما صرفش ليهم الدفعة بتاعتهم يعني ما حولش الدفعة اللي في حساب الدفعات ده ما حولهاش على الحساب اللي هو البنكي او على حساب البنكي اللي مربوط في حساب الدفعات ده دي الحاجة الاولانية طيب ادسنس ليه ما بدأش ان هو يحول الارباح دي على الحساب البنكي لسه الى الان الموضوع مبهن بالنسبة الادسنس هل هيبدأ ان هو يتم تحويل الارباح خلال اليومين التلاتة اللي جايين يعني ممكن انك تستلم ارباحك على الحساب البنكي خلال اليومين التلاتة اللي جايين الضفعة اللي جاية اللي هي بداية من يوم 21.5 الى 26.5 برضو لسه احنا مش عارفين وهنبدأ ان احنا انتبع حضراتكم بكل الاخبار اللي بتحصل وفيه برضو حاجة انا سمعتها ان حساب الضفعات اللي هو بالدولار الامريكي ادسنس مش هيبدأ انه هو يحول الارباح اللي عليه اللي هي كانت 25 دولار وقال من 100 دولار الا لما الحساب ده يتم 100 دولار بس انا واحد من الناس انا مش معترف بصراحة بالموضوع ده او الحكاية دي مش جاية معي لان هو في الرسالة اللي هو اصلا باعتها تعالى كده نشوفها مع بعضنا ونفهم الرسالة بتقول ايه بيقول لك هنا اذا كان لديك طرق دفع صالحة واكتر من 25 دولار امريكي في حساب الضفعات الحالي المرتبط بهذه العملة سندفع لك ما يساوي هذا الرصيب بالعملة المحلية في ابريل 2025 يعني ادسنس اصلا مصرح في الرسالة بتاعته انه هو هيبدأ يحول الارباح دي على الحسابات البنكية في حالة ان انت لو رابط حسابك على جوجل ادسنس بحساب بنكي وفي حالة لو كان الرصيد في حسابك بتاع الدفعات ده 25 دولار واقل من 100 دولار فكده ادسنس المفروض ان هو هيبدأ يصرف الدفعات للاشخاص دي دي الحاجة الاولينية ندخل على الحاجة رقم اثنين اللي برضو شغل ناس كتيرة جدا في ناس كتيرة جات في حساب الدفعات الحالي اللي هو بالجنيه المصري وجات ربطت هنا حساب بنكي طبع بنك مصر وطبعا زي ما احنا اتعلمنا في ادارة طرق الدفع او في اضافة طرق الدفع في الفيديو اللي احنا عملناه قبل كده اللي هسيبهولك دلوقتي في البطاقات و هسيبهولك في شاشة النهاية تقدر انك تروح تتفرج عليه الناس اللي اضافت هنا طرق دفع طبع بنك مصر بنك مصر الى الان ما استلامش مبلغ الاداع طيب ما استلامش مبلغ الاداع ليه او ما استلامش اللي هو الاداع بتاع التحقق اللي انت المفروض تحطه عشان تأكد الحساب بتاعك ما استلامش الموضوع ده ليه بناء على كلام احد الاشخاص مع فريق الدعم بتاع بنك مصر كان رد بنك مصر الاتي على كده معايا عزيز العميل تحية طيبة وبعد يرجى العلم بان مصاريف التحويل الوارد خمسة دولار امريكي علما بان التحويل يجب ان لا يقل عن مصاريف التحويل طرفنا وطرف البنك الراصل مع الشكر فريق عمل البريد الالكتروني يعني ايه الكلام ده يعني بنك مصر الموقر هنا بيقول انا ما ينفعش ان انا استلم اي ضفعات من برا تكون الضفعة دي اقل من خمسة دولار لان هو بياخد مصاريف اصلا تحويل خمسة دولار او ما يعادلها بالجنيه المصري يعني الضفعة اللي ادسنس بيبعتها اللي هي بتكون قروش من واحد ارش تسعة وتسعين ارش هنا بنك مصر مش بيستلمها ودي حاجة عليها علامة استفهام كبيرة جدا ايه علامة الاستفهام اللي عليها لان بنك القاهرة وبنك السي اي بي والبنك الاهلي وبنك الاسكندرية الاربع بنوك دول استلموا ليداع من ادسنس بدون اي مشاكل اطلاقا انت كبنك مصر مش عارف انك تستلم الدفعة عشان المفروض ان انت تاخد خمسة دولار طب انت تفرق ايه عن باقي البنوك انت ما تفرقش اي حاجة اطلاقا لان كده كده مصاريف التحويل من الخارج تبع البنك المركزي بتكون خمسة دولار فزي ما انت بتاخد الخمسة دولار باقي البنوك برضو بتبدأ انها تاخد الخمسة دولار بشكل طبيعي خالص فمش عشان يجي لنا تحويلها بقروش انت تاخد عليهم خمسة دولار فانا الفكرة انا مش فهمها لغاية دلوقتي طيب في حالة دلوقتي عم يشامل ان انا لو رابط حسابي على جوجل ادسنس بحساب بنكي تبع بنك مصر اعمل ايه اللي عليك اللي انت هتعمله ان انت قدامك بداية من دلوقتي وانت بتشوف الفيديو قدامك اربعة وعشرين ساعة في مبادرة البنوك عاملها اسمها مبادرة الشمول المالي مبادرة الشمول المالي دي ان انت بتروح بنك القاهرة او بنك الاسكندرية او البنك الاهلي او بنك السي اي بي بتبدأ انك تفتح حساب بنكي توفير تبع اي بنك من البنوك دي بدون اي مصاريف ادارية وبدون انت تعمل اي اداع تماما في الحساب يعني بيفتح لك الحساب مجاني تماما بالبطاقة الشخصية بتاعتك فقط لغير شرط طبعا انك تكون معدي التمنداشر سنة بحاول انك تلحق نفسك وتفتح اي حساب في البنوك اللي انا ذكرتها لحضرتك دلوقتي دي لان بناء على تجربتي وبناء على معاملتي خلال الايام اللي فاتت مع البنوك دي كل البنوك اللي انا بقولك عليها وكل الحسابات اللي انا اشتغلت عليها تبع البنوك دي بدأت ان هي تستلم كود التحقق بدون اي مشاكل خالص بنك الاسكندرية استلم بنك القاهرة استلم بنك الاهلي استلم بنك السي اي بي استلم ملاقيتش اي مشكلة اطلاقا مع الاربع بنوك دول وبيبقى التحويل كمان بيبقى سريع جدا ممكن ييجي في خلال اربعة وعشرين ساعة او اقل كمان من الاربعة وعشرين ساعة فحاول انك تلحق نفسك وحاول انك تفتح حساب في احد البنوك اللي انا جيت قلتها لك وده طبعا مش اعلان على البنوك عشان محدش يجي يفكر ان انا بعمل اعلان هي البنوك اللي انا ذكرتها دي دي مش محتاجة اعلان تماما انا بقولك بناءا على تجربة شخصية معاهم لا اكتر ولا اقل طيب في حالة دلوقتي عم هشام انا لو ما فتحتش حساب وما ربطتش جوجل ادسنس بطرق دفع يعني ما حطتش حساب بنكي في جوجل ادسنس ادسنس بداية من بكرة اللي هو بداية من يوم واحد مايو عشرين خمسة وعشرين هيبدأ يتعامل بحساب الدفعات المصري الحساب الدفعات اللي هو فتحولنا بالجنيئ المصري هتبدأ ارباح شهر ابريل هتبدأ تتحول من يوم سبعة خمسة ليوم اتنشر خمسة على حساب الدفعات اللي هو بالجنيئ المصري فطبعا انت لو كملت الحد الادنى اللي هو بيقولك عليه اللي هو خمس تلاف جنيئ اي مايو عادل المية دولار هيبدأ ان هو يحولك المفروض الارباح بتاعتك على الحساب البنكي انت دلوقتي واحد ما عندكش هنا اصلا حساب بنكي هتفضل ارباحك موجودة عادي في جوجل ادسنس الى ان يتم ربط حساب جوجل ادسنس بالحساب البنكي فهمت كده الدنيا ماشية ازاي هلو قوي لغاية كده في بقى نقطة اخيرة لازم انك تكون مركز معايا فيها ولازم انك تكون عارفها عشان دي برضو حاجة انا سمعتها عشان محدش يجي يقولي اصل الكلام اللي انت قلته ما حصلش لا انا جاي بقولك الكلام اللي انا سمعته والله حصل تمام يبقى احنا ذكرنا الموضوع ما حصلش الامر لا يفسد للود قضية اطلاقا ايه اللي انت سمعته عم الشام تعال معايا دلوقتي لو دخلنا على حساب الدفعات اللي هو يوتيوب مصر تمام واخترنا منه هنا الحساب السابق اللي هو بالدولار الامريكي هنلاقي هنا كده ان فيه طرق دفع متضافة يعني انا هنا ضايف حساب بنكي طيب حساب البنكي اللي انا اضيفته هنا بالمنظر ده كده الحساب ده حساب ايه حساب مصري بيستلم الارباح كام من جوجل ادسنس بيستلمها بالمصري يعني انا بستلم الارباح في ايدي بستلمها بالمصري فسمعت حاجة خلال الايام القليلة السابقة ان اللي رابط حسابه هنا في جوجل ادسنس في حساب الدفعات السابق بحساب دفعات بيستقبل بالجنيه المصري سمعته والله اعلم سمعت والله اعلم انه هو في حساب الدفعات الجنيه المصري اللي هو بقى الحساب الحالي اللي ادسنس فتحه جديد سمعت انه هو من اول شهر مايو هيبدأ انه هو يضيف هنا الحساب بشكل تلقائي يعني سمعت كده ان ادسنس هيبدأ يضيف الحساب البنكي بشكل تلقائي لو هو بيستلم بالجنيد مصري صحة الكلام ده ايه انا ما عنديش معلومة الى الان انا حبيت اذكر لك المعلومة والله حصلت يبقى تمام ما حصلتش يبقى عدين اذكرنا المعلومة والامر لا يفسد للود قضية اطلاقا فقدينا احنا منتظرين لغاية لما نشوف الدنيا هيحصل فيها ايه ولكن انت حاول انك تفتح زي ما قلتلك حاول انك تفتح حساب بنكي في احد البنوك اللي انا جيت ذكرته لك والحساب كده كده مش هيخصر معاك الحساب هو كده كده موجود والله انت لو حسابك قبل كده كان بيستقبل دفعات بالجنيد المصري وادسنس ضفه لك هنا يبقى الامر تمام والامر هيعدي لان طالما ادسنس هنا هيبدأ يضيف الحساب اللي هو المصري بتاعك القديم فكده كده ممكن الامر يعدي من غير ما يعمل اداع او بمعنى اصح من غير ما تحتاج لاستلام كود الاداع اللي انت تحطه لتأكيد حسابك البنكي والله الكلام ده طلع فاتي وادسنس ولا ضف هنا الحساب البنكي اللي هو بيستلم بالجنيد المصري ولا اي حاجة اطلاقا يبقى انت كده كده فتحت حساب في احد البنوك تقدر انك تربطه وتقدر انك تستلم مبلغ التحقق او الاداع اللي ادسنس بيعملوا لك الاقل من واحد جنيه بدون اي مشاكل على الاطلاق هو ده كان يبقى الفيديو بتاع النهاردة هو ده الحاجات اللي انا حبيت ان انا اعرفها لك وحبيت ان انا اقول لك ان انت الشهر ده مش هتستلم الارباح بتاعتك الا لو رابط حسابك على جوجل ادسنس بحساب بنكي مصري اللهم بلغت اللهم افاشهد لو عندك تلقاتي اي سفسور او عندك اي سؤال انزل اكتبلي تحت في الكومنتات وهتليلي بارض عليك لايك اشيرك في سبسرايبك واشوفك الفيديو الجاي سلام